بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله من المفطلات المختلف فيها بين أهل العلم خروج الدم من الصائم والذي عليه جماهير أهل العلم أن خروج الدم من الصائم لا يفطر الصائم سواء كان قليلا أو كثيرا كالحجامة وسحب الدم للتبرع وسحب الدم للتحليل ونحو ذلك إلا أن العلماء كرهوا سحب الدم من الصائم كي لا يضعفه وأيضا من المفطلات المختلف فيها بين أهل العلم القي وهو إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب والقي على الصحيح من أقوار أهل العلم والذي عليه الجماهير أنه إن كان عن عمد فإنه يفطر وإن كان عن غير عمد فإنه لا يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء